أخذك لموضوع تاني يا محمد إسلام عيسى في كلام عن الإصابة وعن وعن حالته هل لديك تفاصيل؟ إسلام عيسى عنده إصابة خطيرة جدا وهو خلي بالك البحثة مازالت حتى الآن في تنزانيا قل لنا بس بحثة بيرامدز مازالت في تنزانيا حتى الآن مازالت في تنزانيا حتى الآن في المطار كلهم موجودين لأن إسلام تطلب نقله لمستشفى عاجلة وخدوه بعد عدد التواصل مع السفارة وبتاعه وطلعوا على المستشفى والبحثة موجودة في المطار مش راضي تتحرك لحد ما تتطمن على الإسلام هي مفع يرجع معهم في نفس الرحلة ولا إنه الموضوع يتطلب يعني إنه هو يقعد في المستشفى ويخلص ويرجع لهم فحتى يعني هذه اللحظة الرحلة بنتكلم بيها يو بيقول لك أن يزلوا في إثيوبيا لا البحثة كلها موجودة في في تنزانيا وتنزل في إثيوبيا ويستنوا إسلام بقى يشوف موضوع المستشفى ده لأنه حالته صعبة جدا هي أيضا بقول لنا إيه الإصابة يا محمد هو إصابة في العين عند إسلام في الواجه يعني ولسه بقى بيشوفوا الأشعة المقطعية والحاجات عشان يعملوا له ماسك الوشه اللي هو اللي بتعلك اللابس واكرا متوفير في وشه مش عارب اسمه يا صراحة فيعني إصابته خطيرة فهو الباسة مش عايزة تمشي وتسيبه يعني فمنتظرين لحد ما يحسنوا أمره يعني هينفع يرجع معهم ولا يمشوا هما وهو يستنى يرجع مثلا تاني يوم أو حالة بعد ما يخلص في حصات الطبية وحاقته كلها يعني هو دلوقتي وإحنا بنتكلم معاكم في هذا التوقيت الأستاذ المحترم عمر محمد بيقول لي في هذا التوقيت وصلت البعثة أسيوبيا البعثة في أسيوبيا الأستاذ جيرجز بشرة برضي بيؤكد كده إنهم فعلا زي ما قال محمد ولكن دلوقتي الساعة تلاتة ونص فجرا بتوقيت القاهرة البعثة ترانزيت في أسيوبيا وحالة إسلام عيسى مازالت خاطرة والناس ألأنا على الإصابة في الوجه ويقال إن في نزيف كبير هل توصلت مع أي حد يا محمد تطمن الناس عليه والله يعني بتحاول تواصل معهم من بدري ولكن هم ذات نفسهم مش عارفين إسلام عنده إيه لإنه حتى بعد المصر الدكتور يعني مصطفى المنهاري اتخذ إجراءاته الطبية يعني وعلى أمل إنهم يرجعوا سريعا لمصر ويتم يعني حجزه في مستشفى هنا وإجراء الفقصات الطبية ولكن يعني حالته تدورت وهم موجودين فده اللي اضطر إنه الدنيا تجوز معهم بالشكل ده حتى الناس اللي موجودين مع البحثة يعني لإنه إسلام راح مع الدكتور وبتاع يتطمنه عليه في المستشفى فما فيش تواصل ما بينهم فمش عارفين إيه تطورات الحالة يعني يعني حتى مش جاهلهم كلام إحنا نمشي ولا نستنى طبعا يعني ما يكتب على إنه كسر في الأنف ويحتاج إلى أكسوجين وما يكتب يعني ليس هناك بيان دقيق بالحالة من برامج إذا كله يعني الناس بتجتهد مش بيان بيان لإنه هم مش عارفين الحالة هم بعد الحالة إنه موضوع الكسر في الأنف ده فأن الدكتور ثبت الأنف ويقع على أمل إنه هم يعني خلصوا المطشو بصها مباشرة إنه يتحجز في المستشفى هنا ويتعمله كل الفقصات والإجراءات اللازمة يعني فلما الحالة تدهورت بتاعة إسلام اضطروا إنه هم يتواجدوا في المستشفى هناك يعني فبالتالي بقى إيه البحثة مش عارفة الحالة الصحية ليه مش عادرين نطمنه علشان كده يعني ما رضيش يمشي وسيبوه يعني وبصراحة برضي يعني الأخبار النهاردة كلها مش مفرحة ولكن يعني ربنا يا رب يتمم له الشفى ويعفيه ويسلمه يا رب يعني يا رب إن شاء الله هلا من القلق طالده لكل المصريين وكل الناس يعني وكمان النادي المصري أكد إنه بيدعم إسلام إيسى ويسانده بعد الإصابة ونادي بيراميدز زي ما النس يعني أبلغتني الآن الإعداد ناشد وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في أدس أبابا التدخل لإنقاذ إسلام إيسى لاعب الفريق والذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة تعزام التنزاني بكأس الكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل السلبي وقال وليد مهدي صديقنا العزيز في تصريحات خاصة للاعلام المصري نحن الآن في مطار أدس أبابا تيرانزيت بعد مغادرة تنزانيا وإسلام إيسى كان قد عانى من إصابة بكسر ونزيف في أنفه وتعرض الآن لنقص في الأكسوجين بشكل ملحوظ وإدارة النادي طلبت أن يدخل اللاعب مستكفى حرصا على حياته وأضاف نطلب من وزارة الخارجية أن تتدخل لإنقاذ اللاعب لأننا في مطار إثيوبيا منذ 45 دقيقة ولا نستطيع التحرك وهناك تعنوا اتجاهنا غير مفهوم وهذه حالة حرجة ولكن هناك حالة من عدم التفاهم يعني مش عدم التفاهم هي أمور إدارية يا صديق العزيز وليد مهدي وإن شاء الله بإذن الله الأمور تحل ده كانت تصريحات لوليد مهدي من ساعة وطبيب بيرامدز كمان بيكشف تفاصيل الإصابة هو للناس اللي برضي مشكل الإعداد كشف الدكتور مصطفى المنيري صديقنا العزيز طبعا الدكتور مصطفى لو كل التحية والاحترام رئيس الجهز الطب ابن دي بيرامدز عن تفاصيل إصابة إسلام إيسا ومحمود وادي كمان محمود وادي أصيب في مباراة أصيب في المطشة أه بقى التنزل عند الحادث أه الدكتور أه ده بعد المطشة على طول أه ما هو ما هو توضيحي أه توضيحي أه يعني كمان قال إن إن شاء الله بإذن الله نتخطى هذه الأزمة يعني يا جماعة في الأخير دعوتكم لإسلام إيسا والطائرة طبعا هبطت اضطراريا بأدس أبابا ومنذ 45 دقيقة هذا التعديق التحديث إن الطائرة هبطت اضطراريا في أدس أبابا والإخوة في إثيوبيا يعني لا بد أن يتعاملوا بشكل إنساني مع هذه الحالة ورب الله يطمننا على الإسلام إيسا ويكتب سلامته ورب بحق جاه النبي يا طريق أنا أكدب كل الناس اللي معنا دعوتكم لإسلام إيسا وربنا يطمن أهل ويطمن أسرته ويوصل بالسلامة إن شاء الله بإذن الله ربنا يعيش فيك يا إسلام يا إيسا ويشفي كل مصاب وكل مريض إليه افتure